وفيما يخص أطفال الشارع قال هشام الذهب إنهم الفئة الوحيدة التي اتفق عليهم المجتمع عن طريق نبذهم وتهميشهم مضيفاً أن الحكومة يجب أن تشرع قوانين لحماية الطفولة وبهذا بادر هشام إلى إيواء الأطفال المشردين داخل بيت خصصه لرعايتهم فيما يخص أطفال الشارع تحديداً قبل أن نتشعب أطفال الشارع الفئة الوحيدة التي اتفقت عليها كل المؤسسات على نبذها وإهمالها وتهميشها وإيصالها إلى موضوع الأسرة ترسلهم إلى الشارع والمجتمع ينبذهم والحكومة تهمي لهم فبالتالي لهذا أن هناك ثلثين يختص في المجتمع باعتبار الأسرة والمجتمع وثلث آخر يختص في الحكومة ولهذا دائماً أركز على المجتمع لأنه منه تبدأ المشاكل من المجتمع يعني المجتمع لو تكافل مع بعضه لما أعطى فرصة لهذه الأسرة أن تتخلى عن أبناء والأسرة لو كانت تتحلى بإنسانية كبيرة وتوفر الدفع أسري كامل لهذا الطفل لما خرجه للشارع وبعد هذا يأتي دور الحكومة اللي لازم تشرح قوانين لحماية الطفولة تشرح قوانين لتمنع استغلال الأطفال تشرح قوانين لتمنع تسرب الأطفال من المدارس إضافة إلى كثير من الأمور الأخرى